اشتركوا في القناة قائد منطقة الطائف العسكرية ومساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي وسعادة القنصل العام لمملكة البحرين في جدة قائد مجموعة القتال البحرينية التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني وعدد من كبار الضباط وخلال الزيارة التقى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بضباط وضباط صف وأفراد مجموعة قوة الواجب التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف كما استمع إلى إجاز مفصل عن قوة الواجب لمملكة البحرين واطلع على سير عملها ونتائج عملياتها وزودهم معاليه بتوجيهاته وإرشاداته وحثهم على أهمية مواصلة البذل والعطاء والحرص والتفاني في تنفيذ المهام الموكلة إليهم ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية لحماية المكتسبات ورفع راية العزة والكرامة ودعم الشرعية في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ونقل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إليهم تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وبمناسبة هذه الزيارة عبر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب لمملكة البحرين بمشاركتهم في عمليات التحالف العربي تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا وأشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برجال قوة دفاع البحرين من قوة الواجب لمملكة البحرين لقيامهم بهذا الواجب السامي بكل شجاعة وإقدام مضيفا أنهم كما نعهدهم دائما يطلعون لأداء الواجب نخصرة للشقيق وحمل المشاعر نور ولواء الخير للدفاع عن الحق وتحمل المسئولية والأمانة في حفظ الأمن القومي العربي ومهمة الاستقرار الإقليمي دعين الله تعالى أن يوفقهم ويحفظهم وينصرهم مع إخوانهم من جميع القوات الشقيقة من المرابطين على حدود المملكة العربية السعودية الشقيقة في الجو وفي البر والبحر ترجمة نانسي قنقر